سياد كان في مدعسة فرار بابلو تفوق جيداً في دراسته وهو دخل قسم الدكور وفنون تعبيرية حقاً جاية على الأوبرا لأنه حسن هنا هو دم كان الموسيقى والبرد وهو هيقدر يعمل جرافك هيقدر فيجول أرت وموسيقى مع بعض هو لأن نفسه جداً في ده كان عندنا فرستوريشن طبعاً بقلنا كتير بقلنا سنين يعني اللي هو حسنين أن دي مش مصر مصر أحسن من كده بكتير إحنا إيه للتهاد وإيه الديكتاتورية وإيه البشاعة الموجودة في البلد دي وده على طول إحنا عايشين بي يعني من إحنا زغيرين لغاية ما الموضوع تفاقم جداً لما في آخر 2010 لما الانتخابات اتزورت وبحديها بقى اللي كانت قطمت الظهر تماماً بقى هي بداية 2011 راس السنة عيد راس السنة والمعفروض كل ناس هتعيد الفرخانين كل المساحيين بيصلوا يبصي لهم يتقتلوا يتقتلوا هم بيصلوا وراهم ببقى عياد يحصل مجزرة دي كانت الكرسى بالنسبان وبالنسباننا كلنا طبعاً بس 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 آه طبعاً كرسى فعلاً لكن هو مفاقش بقى بعد ياه مفاقش نحن اتعطى من المسطنى وحسنا كده هوت ان مصر خلاص ضعت ضعت فعاً وقت لما كانوا بيقطاعو اللامع و هكاذا كنت لرفعها و invisible في رح قالي ميرا أنا أنا فقالت على واحد وبس وبالتقاطع الناس كانت أخر حاجة ما بيني幹ي همان زيادة فا ها وبعدين جاي يوم 28 ونزل يعني أعرفت مع ماما أنه هو نزل يوم 28 خف شوية فأرح نزل قل لي ممكن أنزل كانش فطر حتى قلت لي طب مش هتفطر الأول قال لي حجي بسرعة طول طب أنزل وعملت له كده لما عرفت من ماما أنه على بليل يعني على ساعة تسعة كده هوت سوى عشرة لما أصحابي رجعوا واتصلت مع ماما زياد أخبار وإيه وعمل إيه وابتاع وطول الوقت أنا منتبع بقى على الجزيرة وعلى سين أنه كان هما دول عقادين بينشروا يعني بيعملوا بس لايف على طول فبس مما قلت لي العقزيات لسا مرجعش جيت بقى على طول رميت الشانطة فجأتهم لما كنتش أيلالهم أنه أنا جاي لأنه لو كانت يعني مهم فبس جيت على البيت وخفت ماما وبدأت إيه وميلا إيه وابتاع اميرا إزاي إزاي إيه أنا وشعرش إيه وابتاع بطلها ما بتلقيش يا ماما وانا هو جيت وبتاع وراحت راميها الشانطة طبعا كل ده بلوم النوم يعني بقى لأربعة يام ما نمتش مسا وراحت نزع على التحرير وكان ساعتها الكرفي وشغال وكان لأن أخذتها مع الشباب من المهدسين لغاية التحريف بدأت أسأل فين مصابين دخلت المستشفى المايداني اللي هو الجامع الورها جيس وشفت الليستة بتاعت الأسامي عندهم وعملقيتش اسم زياد بعد كده سألت فين اللي كانوا معتقلين وخرجوا وكان فيه بعضهم وروح تقبلتوهم وما شفتوش زياد توحتوا أنهي سجن وروحتوا مش عارف ايه كل واحد يقول لي لأ مشوفناهوش لأ مشوفناش الاسم لقنا بقى في الآية آخر خالص لما رانيا اللي هي امرض الشهيد طارق عبداللاطيف دي احنا تعرفنا على بعض في خلال البحث يعني لما شافت البيتش بتاعت الفيسبوك انتصلت بالرقم قالت لي أنتم بتدهروا على حتى مفقود من يوم 28 مش كده لطلاقة قالت لي أنا كمان بدور على جوزي ندور سوا آه فعلت لها ندور سوا عادنا مثلا شهر مع بعض ندور سوا هسأل لأن أنا روحت المشرحة وفكرة نفسي بقى يعني أنا ماتينة بقى بتاعه أنا عملي ما شفت جوزة في حيتي وها فدخلت و الراجل يقول لي هتقداري ندوره يفتح وريني ففاتح الراجل وأنا عادت أبو السبا قلت لي عادة برسيت المشكلة إيه؟ إنه هو محفوظ قويس قوي ولكن اللون البشرة بيبقى متغير بيبقى أغمع بكتير قنص طلقة واحدة في الصدر يعني دخلت من هنا من فوق الصدر وطلع من تحت البطن هنا بميل يعني في ميل كده من فوق لتحته يعني أعتقد اللي الزياد بيحلم بيه إنه يلاقي مصر فعلاً واخد مكانتها في الشرق الأوسط يعني المكانة الرائدة اللي احنا تعودنا عليها أو اللي احنا تعلمناها لازم الكرامة الإنسانية الكرامة بتاعت المصري يبقى رفع راسه لفوق فعلاً ويبقى حاسس إنه هو مصري واللي هو لازم يحترم ولازم الناس تبصلوا ناظر تحترام وطبعاً ده بقى يتحقق إزاي دي بس يعني محتاجة إنه هو يكون ساتسفايد بحاجات كتيرة يبقى اللي هو لما يشتغل ياخد مقابل شغله ياخد مقابل عمله يعني وتعبه هو من حبه في مصر كان نازل وهو تعبان وهو كل حاجة بس أنا مش قادرة أنسى نظرته هو بمصري أنزل تشفتوش بعدين؟ لازم كل مصري ينزل أنا لازم نتخلص من الحكم الديكتاتوري ده لازم نتخلص من النظام الفاسد أنا لو بقدر أمشي كمتنزلت زيهم يعني الموضوع مش دي مصري يا عالم تبقى بالمنظر ده وتشوفي من عشرة سنين واحنا عارفين إنا هتقوم صار بعد الإنحضار اللي إحنا فيه اللي كنا فيه واللي ما زلنا فيه كنا هتصير لازم لازم تقوم صار شكرا